نسبة للحالة الوبائية في بلادنا فلقد بلغ عدد الحالات الإيجابية المؤكدة إلى حدود يوم الاثنين 18 يناير 2021 ما يعادل 460.144 حالة وهذا الرقم يعطينا معدل إصابة راكمي يقارب 1266 حالة لكل 100 ألف نزمة ونلاحظ أن هذا المؤشر هو في تراجع مستمر وأصبح يقارب المعدل العالمي الذي ذكرناه من قبل والذي يناهز 1228 حالة لكل 100 ألف نزمة هذه النسب والمؤشرات تمنح بلادنا الرتبة 37 عالميا والثالثة إفريقيا بالنسبة لعدد الحالات الإيجابية بالنسبة للوفايات المسجلة فنحن على مشارف 8000 حالة وفاة حيث سجلنا إلى حدود يوم أمس 7,977 حالة وفاة مؤكدة رحمهم الله جميعا وهذا ما يعطينا نسبة إيماتة وطنية تقارب 1.7% مقارنة بنسبة عالمية تقدر بجوج فاصلة واحد من جهة أخرى نسبة الشفاء المسجلة عرفت مستوى مرتفع والحمد لله حيث قارب 95% حيث سجلنا تعافي 435688 حالة نذكر هنا أن المغرب يحتل المرتبة 37 عالميا والثالثة إفريقيا بالنسبة لعدد الوفايات المسجلة وكتقييم إجمالي للحالة الوبائية خلال الأسبوعين الأخيرين فإننا نسجل ما يلي استمرار المد الإيجابي الوبائي في بلادنا حيث أننا نؤكد تحسن معظم المؤشرات الوبائية المعتمدة ويتجسم هذا التحسن فيما يلي أولا عدد الحالات الإيجابية المسجلة التي تعرف انخفاضا متواصلا للأسبوع السابع على التوالي وقدرت نسبة هذا الانخفاض العام الوطني بناقص 23.9% موازاتا مع ذلك يواصل مؤشر تكاتر والتوالد على الصعيد الوطني وكما لاحظنا من قبل تحسنا بطيئا لكن متواصلا على مدة 9 أسابيع متثالية حيث سجل هذا المؤشر مستويات تحت الواحد واستقر في مستوى 0.88 يوم أمس وتجدر الإشارة مجددا إلى أن هذا التحسن هو ثمرة مجهودات وإجراءات متخدة ومحترمة من طرف المواطنين بنسبة كبيرة ونأمل أن يتواصل هذا الاحترام لهذه الإجراءات من طرف المواطنين حتى نحصل على مؤشر تكاتر أقل من 0.7 في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله أما فيما يخص منحن الوفاية الأسبوعي فلقد عرف هو الآخر انخفاضا هاما على المستوى الوطني خلال الأسبوعين الأخيرين يقدر بناقص 22.9% وشمل هذا الانخفاض 10 جهات وبنسب متفاوتة ترجمة نانسي قنقر